بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي ان شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن الاستنساخ يخالف الطبيعة يقول الدكتور ديفيد كينغ رئيس مركز علم اليوراثة ان علم الاستنساخ يفسر على انه دفع الطبيعة لقيام بشيء ما لا تريد فعلا وان الاستنساخ يخلف تشوهات في الخارطة الجينية واكبر دليل على ذلك هو ان الحيوانات المستنسخة تكون في قالب الاحيان مريضة وهذا الخلل وهذه التشوهات ستكون موجودة في اي نسيج او خلايا تم استنساخها ولذلك فان الاستنساخ الجنة واطفال سيعتبر امر غير اخلاقي اي ان الاستنساخ يعاكس الطبيعة وهو امر غير اخلاقي ولان هذه العملية خطيرة جدا يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم فلقيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينة فقد خسر خسرانا مبينة سورة النساء آية 119 هذه الآية تؤكد ان سيأتي زمن يأمر الشيطان اتباعه بتقيير خلق الله اي معاكسة الفطرة السليمة فهو عمل شيطاني وهو عمل يخالف للطبيعة صراحة من قل سبحان الله والله اعلم